إذن هناك أخبار لكن رأي الشيخ الصدوق هو رفض هذه الأخبار ونحن لا نلتزم بالضرورة برأي الشيخ الصدوق ليس الشيخ الصدوق معصوما الشيخ الصدوق من أجلة علمائنا من أجلة محدثينا من أجلة فقهائنا وله الأياد الطولة وله الفضل الكبير في حفظ حديث أهل البيت ولكن لا يعني أن ما يقوله الشيخ الصدوق لا بد أن نلتزم به الشيخ الصدوق يذهب إلى وجوب غسل الجمعة فهل نلتزم بذلك؟ الشيخ الصدوق يذهب إلى جواز الوضوء وجواز الغسل بماء الورد بالماء المضاف فهل نلتزم بذلك؟ الشيخ الصدوق يذهب إلى طهارة الخمر فهل نلتزم بذلك؟ الشيخ الصدوق يذهب إلى طهارة مقدار حمصة من الدم مقدار حمصة من الدم يذهب إلى طهارته الشيخ الصدوق يذهب إلى عدم انفعال الماء القليل حين ملاقات النجاسة أي عدم تنجسه أن الماء القليل إذا ما لاقى النجاسة الشيخ الصدوق يذهب إلى عدم تنجسه الشيخ الصدوق يذهب إلى وجوب الحج على الإنسان المتمكن من الذهاب إلى الحج في كل سنة يعني إذا كان الإنسان متمكنا من الذهاب إلى الحج في كل سنة يجب عليه ذلك الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق هناك آراء كثيرة للشيخ الصدوق يختلف فيها عن علماء الشيعة وعن المعروف بين فقهاء ومحدثي أهل البيت بل هناك ما هو أقوى من ذلك وفي نفس الكتاب أيضا نسب عقيدة القول بعدم سهو النبي إلى المفوضة وإلى الغلات مثل ما نسب هذه القضية إلى الغلات والمفوضة نسب تلك القضية القول بعدم سهو النبي إلى الغلات والمفوضة لنذهب في نفس الكتاب في الجزء الأول من كتاب الفقيه في صفحة 360 في صفحة 360 بعد أن تحدث أنا لا أريد أن أقرأ كل ما كتبه الشيخ الصدوق لكن هذه السطور مما كتبه وكان شيخنا يعني شيخه شيخ الصدوق وهو من مشايخه وأساتيده وكان شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي هذه أول درجة من درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله ولو جاز أن ترد ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة ثم الشيخ الصدوق يعلق يقول وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريه إن شاء الله تعالى يتقرب إلى الله في أن يكتب كتابا في إثبات سهو النبي وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي وهو ما ألف ذلك الكتاب هناك كلمة منقولة عن الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه يقول الحمد لله الذي منع الشيخ الصدوق وما جعله قادرا على كتابة هذا الكتاب الحمد لله الذي ما كتب الشيخ الصدوق هذا الكتاب وكلمة جميلة أيضا للشيخ البهائي حين سألوه عن قول الصدوق قال الأولى أن يقال بأن ابن بابويه وهو الشيخ الصدوق محمد ابن علي ابن بابويه القمي اسمه الشيخ الصدوق قال الأولى أن يقال بأن ابن بابويه هو الذي سهى ولا يقال بأن النبي هو الذي سهى ابن بابوه هو سهى هنا فقال هذا القول ولذلك هو في صفحة 359 ماذا قال الشيخ الصدوق إن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهوى النبي الغلات والمفوضة بينما كل الشيعة تنكر سهوى النبي وتعتقد بعصمته المطلقة صلى الله عليه وآله وسلم إلا من شذ هناك من شذ من الشيعة الخط العام التوجه العام العقيدة العامة لشيعة أهل البيت هو نفي السهو عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن إن شاء الله الملف القادم بعد ملف الشهادة الثالثة هو ملف العصمة وهو أخطر الملفات العقائدية وأهم الملفات العقائدية وأهم المباحث العقائدية أتناوله إن شاء الله في الوقت المناسب بعد تمام الحديث في ملف الشهادة الثالثة ملفنا القادم هو ملف العصمة وهو الملف العقائدي الأكبر وسنتناول هذه المطالب إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل فمثل ما الشيخ الصدوق نسب هذه العقيدة إلى الغلات والمفوضة نسب قول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أيضا إلى الغلات والمفوضة هذا هو كلام شيخنا الصدوق وتلاحظون فيه ما فيه من الضعف مثل ما تسرع ونسب العقيدة الواضحة الصريحة في نصوص الكتاب وفي نصوص المعصومين نفي السهو عن النبي وعن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم نسب هذه العقيدة إلى الغلات والمفوضة كما قال بأن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهوى النبي مثل ما تعجل هنا تعجل هناك كما قال شيخنا البهائي إن ابن بابويه هو الذي سهى وليس محمد صلى الله عليه وآله هو الذي سهى مثل ما سهى ابن بابويه في هذه القضية الواضحة والبديهية الصريحة فإنه تعجل وسهى وقال قولا تحكميا من دون تريث ودقة في ذلك نحن نجل الشيخ الصدوق لكننا نجله ما دام في وادي محمد وآل محمد حين يشذ في رأي أو يشذ في قول فإننا لا نجل ذلك القول ولا نحترم ذلك القول هذا ما يتعلق بشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه وهو من أوضح الأمثلة ومن أوضح النماذج التي عارضت قول أشهد أن علي ولي الله في الأذان والإقامة ترجمة نانسي قنقر